بسم الله الرحمن الرحيم افتتاحية عدد رمضان للمجلة 1443 بسم الله الرحمن الذي باسمه تبدأ مجلة شبابنا مجلة شبابنا وشاباتنا وهي مجلة قاك لتكون مجلة غير بتراء وأيضا تكون على صراط مستقيم صراط غير صراط المغضوب عليهم ولا صراط الضالين مستمعين الأعزاء نزف لكم بشرة سارة مصابقة رمضان للكبار من آباء وأمهات وأخوات وأخوات وأخوان جميع الأسر والجوائز من هاشتاغ مجلة أندرسكور قاك بإذن الله سيكون الهاشتاغ في التويتر للمتقدمين من بناتنا وأولادنا في مراحل التعليم العام جي سيكس إلى جي تين الصفوف السادس أو الصف السادس ابتدائي إلى الثاني الثانية أي المسابقة لهذه الأعمار من 12 إلى 16 سنة فأنتم جميعا محل ترحيب أسرة تحرير المجلة ونحن جميعا من نقرأ هذه المجلة سنكون مجتمع أو سنكون مجتمع صداقة وصراحة وحب عندما نكون جميعا مشاركين في هذه المسابقة لكي نهنأ أو نهنئ الفائزين بجوائز عيد الحج من عام 1443 أجدد الترحيب بكم جميعا ولكم أجمل التحايا منا نحن أسرة التحرير ومعكم اليوم رئيس التحرير إذاعته على التليجرام ستكون بعنوان هاشتاغ سمارت أندر سكور إف إيم 53.97 مهندس الماء من أسرة التحرير أيضا إذاعته على التليجرام بعنوان هاشتاغ سمارت إف إيم أربعين فاصل ستعش أخيرا وليس آخرا مهندس الهواء وهو أنا الذي أتحدث معكم الآن إذاعته على التليجرام بعنوان قاموس ومجلة قاق وهذه 24.7 طبعا ساء ممكن يكون البث الساعة الرابعة ورياضيات أو الخامسة وفن أيها الشباب والشابات وفي مجال الفن نحن في يوم الخميس خمسة رمضان 1443 تعلمتنا أرحب بكم جميعا كل عام تعلموا خير وتبتم مساعدة معكم على الهواء في الأرض هاشتاغ إذاعة هاشتاغ مجلة هاشتاغ قاق ومحدثكم أنا أما فن سامة سريق سامة اللي هم متخصصين في الطرق في الأشياء هاشتاغ قاق شي طبعا معظم الأشياء في الماء والهواء ومعي اليوم هو يقول ومعي اليوم في الاستوديو مهندس الهواء حيكون في أسئلة خاصة أي أنا أكون معه في خمسة صور ويبدأ ويقول بسم الله الرحمن أبدأ معكم كلام وأربع صور واستميح أكون عذرا في حلقات رمضان أن يكون لديه لقاءات خارجية يعني أنه يعدنا أنه بعد رمضان يكون عنده لقاءات خارجية وضيوفي سيكون معي على الهواء اليوم سيكون هناك أسئلة وفي الأسبوع القادم من الأحد حتى الأربعاء طبعا أربعين أو عشرين وعشرين أو عشرين سؤال في الريدي الأسبوع اللي بعد خمسة رمضان يوم الأحد حتى الريدي وسيكون الكلام حول المسابقة والجوائز ليوم عيد الحج وعندنا الأسئلة المهم هنا يعدنا هذا الجدول وقبل أن نبدأ سوف أطلعكم عن تفاصيل طريقة دخل المسابقة المسابقة وعلى تفاصيل المسابقة وكيفية المشاركة بها 80 جنيه عشان اشتري القراصة اللي جاء ويريد الاسم فيها يعرف أكثر يحضر السؤال موجود مثلا في خمسة أسل في الصفحة أو عشرة يعني البث لا يعاد فيحط اسمه وبعدين يرسلها بالبريد يعني إن كان نفتكر زي المسابقات الزمان أربع إلى ستة بتوقيت أو تترسل في البريد لأنه نحن عندنا فالشركة يعني سيكون في التدريب يقول سيكون هناك عدد أربعين سؤال في مصر تحت كل مستوى ولها أيضا وهناك خمسة مستوى تحت كل فريق يعني هناك خمسة مستوى مش وهمية وهناك أيضا طريقين طريق اسمه هاشتاغ سيكون هناك إكس آيفا اللي يكون راسة التقديم طبعا كل الهاشتاغات هذه ستكون إن شاء الله قبل خمسة رمضان أربعمية وتمانين طبعا الهاشتاغ في هذا العدد من الأسل ميتون أربعين في التويتر سؤال وإن شاء الله نحطها كمان على اليوتيوب طبعا التقديم حيكون في يوم جميع الهاشتاغات حتكون على اليوتيوب خمسة عشرين ويستطيع الإنسان إنه يأخذ الكراسة قدم طبعا سيقدم فاصل وبعد الفاصل استرسل فقال عدنا إليكم أرجو أن لا تكونوا ممتد أو رقدتم وما في قيمة لا يشتري على كل حاجة سوحيد ما كنته قبل الفاصل ميتين واربعين سؤال بسم الله الرحمن الرحيم طبعا التصحيح مثلا في عندنا أربعين سؤال أو أربعين ومن لديه الكراسة يعني يستطيع التواصل معنا إذا أحتاج أي مساعدة لفهم المسابقة أشكركم جميعا وأنا مهندس الهواء وتابعوني على التليجرام في بمسمى إذاعة مجلة قاق سيكون عشرين أو أربع عشرين سبعة يعني المعلومات موجودة ما عدا ورقة الإجابة لأنه فيها كل صفحة فيها الإسم فلو أنت حتى صورتها أعطيتها أحد تاني ما تستفيد يعني في فرص هذه نسرح التعزيز التعزيز